موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين إنما كنتم وأهلا وسهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد يحرص الشاعر كثيرا في مشواره الشاري على أن يكون ذا أثر ولا يترك في طوية نفسه مثقال ذرة من شعر أو فكر إلا وقدمه ليس فقط لأبناء شعبه وإنما للإنسانية جمعاء حتى يظل مداده حيا وإن ذهب إلى غير رجع إلا أن كل قصيدة كتبها تعود به طالما جرت على كل لسان مشاهدين الكرام في هذه الحلقة اسمح لي أن أرحب بضيفي هنا معنا في الأستوديو الأستاذ الشاعر مفضل الأبارة حيا الله أستاذ مفضل حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أهلا بك حياك الله أخي مصطفى أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام ببيت القصيد يحيى الله بك وأكيد سعداء بحضرتك وبتشريفك لنا هنا في قناة الرافدين يعني في البداية وقبل أن نذهب إلى النقاش وإلى القصائد حبذا لو ذهبنا إلى إطلالة سريعة بشكل مقتضب وعاجل وحدثنا قليلا عن الأستاذ مفضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا من أنا تدري المكارم من أنا يا سلام والمجد يعرف غدوتي ورواحي أنا من بني قحطان نفس حرة تأبى الخضوع لظالم سفاحي جميل صوت من اليمن العظيم معبر عن حلم كل مواطن طماحي أذهب بميراث النبي محمد أذهب بميراث النبي محمد وبسعد والفاروق وابن رباحي يا سلام أنا مفضل إسماعيل غالب الأبارة من اليمن من مواليد محافظة ريمة في أواخر في ديسمبر 1966 ميلادية متزوج وأب لخمسة من البنين والأبنات وجد لتسعة من الأحفاد والأصباط الحمد لله أنا طبعا عمري الحالي هو عض في مجلس النواب اليمني نعم وأكتب الشعر وأكتب أيضا بعض المقالات الصحفية وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية لعدد من القنوات أو معظم القنوات اليمني الفضائية اليمنية وسهيل ويمن شباب أنت زميل إعلامي وكذلك في الشعر أيضا يعني إلى حد ما جميل أن يكون هناك زمالة في الشعر وزمالة كذلك في الإعلام حتى يكون الحديث رطبا خفيفا ظل وهكذا أكيد سيكون تفضل أكبر بإذن الله تعالى هذا أنا الآن مهاجر من بلد الجريح على أمل العودة إن شاء الله القريبة إلى وطني حبيب اليمن بإذن الله وهذا مما لا شك فيه ولا مساومة عليها أستاذ مفضل قبل من نروح للشعر أكيد حبيت أذكرك أنه سنتحدث عن اليمن عن الواقع اليمني عن القصيدة اليمنية عن أثر القصيدة في وجدان من يتعذبون هل ستكون ذات قيمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الناس أم أن هناك يعني أولويات يجب أن تكون حاضرة إلى جانب القصيدة يجب أن يقدمها الناس جميعا وليس الشعر فقط قبل هذا النقاش الذي على ما يبدو سيكون مثيرا للغاية في حضرتك أستاذ مفضل حبذا لو افتتحت لنا بما تحب من الشعر فضل نفتتح بالذي هو خير كما يقال يا سلام هذا مفتتح مناجه عبارة عن مناجه للمولا تبارك وتعالى ونحن في مستهل هذا اللقاء فضل من أين أبدأ سيدي دعواتي يا رب تهت في فمي كلماتي فلقد تداخلت الهموم بخاطري وتكاثرت يا خالقي حاجاتي رباه ألهمني ووفقني وكنعوني وسدد بالفلاحنياتي الله واحضر لذكرك يا إلهي مهجتي وأنر به قلبي ولم شتاتي أولست أدرى بالذي في خافقي مني وما أخفيه في خلجاتي أولست أخبر بالذي أحتاجه في هذه الدنيا وبعد مماتي أولست أعلم بالذي يجلى به همي ويملأ بالسكينة ذاتي يا سلام وَلِذَا وَكَلْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي كُلَّهُ فأقل بلطفك والندى عثراتي مولاي فاختر لي فإني عاجز من فيض فضلك أبرك النفحاتي والذنب أول ما يؤرق مهجتي فاغفر ذنوبي وعف عن زلاتي رباه واجعلني دليلا للهدى والخير واجبر بي ذوي النكباتي يا سلام واجعل على درب الهدى مسيرتي وأدم على النهج القويم ثباتي واكتب لي التوفيق في قولي وفي فعلي وفي قصدي وفي خطواتي وأفض علينا أنعم أعظم البركات في أموالنا والأهل والأوقات واجبر إلهي كسر قلبي بالرضا فرضاك ربي أعظم الغاياتي فإذا غضبت فإنني أشقى الوراء وإذا رضيت فيالطي بحياتي وامن علي بطول عمر حافل بالخير والإنجاز والطاعات واختم حياتي بالسعادة والهنى وبجنة الفردوس والغرفات واصلح بني وكن لأهلي كلهم سندا لنيل الخير والحسنات وارحم ذوي وجيرتي وأحبتي واسبغ عليهم واسع الرحمات وانصر بجودك أمتي وأعد لها أمجادها والعز والوثبات وأدم صلاتك والسلام على الذي بهداك بدد حالك الظلمات ثم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تفضل أكمل زدنا إن شئت أن يغدو حديثك سكرا وشذا حروفك كالعبير معطرا جميل ويزول عنك دج الهموم وحزنها ويصر قلبك مرج حب أخضرا فاملأ حديثك بالصلاة على الذي أهداه ربك للوجود مبشرا واسلك بعزم المؤمنين بربهم درب النبي المصطفى خير الورى يا فوز من باع بحب محمد أغلى النفوس ومالك الملك اشترى صلوا عليه وسلموا بعداب ما أجر الإله من الأمور وقدر ثم أختم بهذه المقطوعة الأثيرة على قلبي لا بأس لست بدعا بين أهل الأدبي لست بدعا من جديد لست بدعا بين أهل الأدبي إن وها في مدحطاها السبب هو نور الله في الكون فهل يحتوى في الشعر أو في الخطب لا والله نفحة من طيبه إن عبقت عطرت كل زوايا الكوكب الله أو تجلت ومضة من نوره سطعت في شرقها والمغرب والذي شرفه لولاهما غادر الناس أتون الكربي والذي شرفه لولاهما طلق العقل ظلام الحجبي والذي شرفه لولاهما ركب الإنسان هام الشهبي لا ولا قامت حضارات ولا شيد صرح في بلاد العربي الله هذه الدنيا لا ولا عفوا هذه الدنيا لا ولا قامت حضارات ولا شيد صرح في بلاد العربي لا ولم نسمع ببغداد ولا بعلاق رطبة أو يثرب هذه الدنيا ومن كان بها أو سيأتي عبر كل الحقب لا يساوون إذا ما جمعوا قطرة في بحر آلاء النبي بدم أفدي ثرى مرقده وبأولادي وأمي وأبي وصلاة دائما تبلغه عد قطر الهاطر المنسكري وصلاة دائما تبلغه عد قطر الهاطر المنسكري يا سلامة أجملها من مناجات أستاذ أفضل أنت تجعلني أطمع كثيرا بهذه الدفقات العالية من الجمال وأكيد سنأتي على الكثير من القصائد وبجابتك الكثير منها ولا شك في البداية وقد عرفت بنفسك أنك تعمل برلمانيا أنت برلماني يمني ولكن لا نريد أن نتحدث من وجهة نظرك كبرلماني عن الواقع اليمني أريد أن تشرح لي الواقع اليمني انطلاقا من تفكيرك شاعرا كما يقال اليمن طبعا كما تعلم كانت بلاد الجنتين لكن هي جوهرة بيد فحام جنتين عن يمين وشمال طبعا كانت جنتين عن يمين وبالإمكان أن تعود جنتين عن يمين وشمال بإذن الله ستعود ستعود بإذن الله إذا وجدت من أهلها الرعاية والاهتمام وما تستحقه من الفخر والاعتزاز بهذه البلد العظيمة إن شاء الله وهي بلد عظيمة رغم كل المعاناة التي تعانيها اليوم اليمن للأسف الشديد تأمر عليها القريب والبعيد والصديق والعدو فعاشت ما تعيشه بقية البلدان العربية المتآمر عليها وليست فلسطين وليست العراق وليست ليبيا وليست غيرها عنها ببعيد للأسف الشديد لكن رغم هذا الظلام الدامس الذي تعيشه الأمة والذي يعيشه الناس فإننا على ثقة كبيرة بالنصر لأن هناك من وعي الأجيال اليوم ومما يشحد عزائمهم للتغيير والتحرير بإذن الله تعالى الشيء الكثير لكن رغم كل الصعوبات إلا أن اليمن يظل كبيرا في نفسك كان كبيرا وسيبقى كبيرا برغم كل المحاولات ويظل سعيدا في قصائدك سبعة آلاف سنة من الحضارة العريقة الزاهية يعني إذا كان اليمنون في جاهليتهم لم يعبدوا الأصنام والأوثان في جاهليتهم عبدوا الشمس يعني الذي هو أرقى الكائنات الموجودة أمامهم فيما يعرف العقل البشري وعندما جاءت الرسالات النبوية والسماوية كانوا أول من آمن بها بالقس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين واليمنيون آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة فاليمنيون عظماء وسيظلون عظماء كما هو شأن الدول العريقة تأريخا وعظمة ومجدا وسيبقى عظماء رغم كل المؤامرات ورغم ما يحاوله الصغار اليوم أن يسيئوا لليمن تأريخا ومجدا وحضارة إلى أي مدى ترى أيضا بالتفكير منطلقا من وجدانك شاعرا إلى أي مدى ترى أن الدمعة تلتقي واليمن في ظل الظروف الحالية الآن أم أن اليمن وقعت عقدا بعيدا المدى مع الدموع بصراح هناك حزن على الواقع ولكن هذا الحزن مشوب بالأمل مشوب بالثقة المطلقة أن النصر قادم لأن هذا البلد تكسرت على أجفانه رماح الغازين وتكسرت على جلده سيوف المعتدين وعبر تأريخه الطويل عانى كثيرا ولكن من كل مرة يخرج منتصب القامة يخرج شامخا عتيدا عنيدا كما هي حال جباله الشماء المنتشرة في كل محاولاته الله ما أجملك ما أجملك أستاذ مفضل أعدنا إلى الشعر من جديد قبل أن نذهب وأنت إلى اليمن وحديث من نوع آخر تفضل كنا نتحدث عن الوطن وكذا يعني شيء من الوطنيات لا بأس اقرأ ما تحب تفضل سأبدأها بمقطوعة وهي تناسب سؤالك أن الدمعة تلتقي نعم الدمعة تلتقي مع الأمل هذه مقطوعة نسقتها على منوال الشعر العربي الكبير مالك بن الريب تفضل الذي في قصيدته المشهورة التي يودع بها آله ويرثي بها نفسه ألا ليتشعريها الأبي تن ليلة بواد الغضاء أسجل قلاص النواجية واستعارت في آخرها بيت قيس بن الملوح الشهير وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل أظن أن لا تلاقي قلنا أيا بلبلًا عن موطن الشدو نائيا تكابد في الهم الثقيل الليالي وتخفق في أحشائك الروح لهفة إذا لمحت في الأفق برقا يمانيا تسائل أطياف النسيمات عن حمن تركت به ربعا عزيزا وغاليا وأما وإخوانا وأهلا وجيرة تفديهم بالروح والمال راضيا وأما وإخوانا وأهلا وجيرة تفديهم بالمال والروح راضيا حنانيك لم تهجر محبيك رغبة ولا ترفا بل عزة وتسامية الله حنانيك لم تهجر محبيك رغبة ولا ترفا بل عزة وتسامية وأهون من دار المذلة هجرة ولو كان هجر الدار مرًا وقاسيا وحسبك طاها فهو خير مهاجر به يقتدي من كان يرجو المعالية الله الله فلا تبتأس والبس من الصبر حلة فعما قريب يشرق الصبح زاهية وثق بالذي إن شاء أمرا مضى بكن وإن لم يشاء الله ما كان ماضيا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا أحسنت أحسنت كثيرا أستاذنا وهذه مقطوعة من قصيدة يعني تفضل كتبتها بذكرى 26 سبتمبر الثورة العظيمة التي خلصتنا من حكم الإمامة قبل أن يعود لنا بوجه القبيع المتمثل في الميليشيات اليوم قلنا أنا اليماني آبائي وأجدادي أنا اليماني آبائي وأجدادي شادوا حضاراتي عجازا وأمجادي ولدت في مشرق التاريخ ممتشقا عزمي وثبتت في العلياء أوتادي سل حميرا ومعينا بل وسل سبأا وسل مآثر أقيالي وروادي وسل رسول الهدى طاها وقد حملت عنه الرسالة للأسقاع آسادي وغبت دهرا ولكني ولدت ضحا وكان سبتمبر التحرير ميلادي يا سلام وغبت دهرا ولكني ولدت ضحا وكان سبتمبر التحرير ميلادي وكان سبتمبر التحرير ميلادي وعشرين سبتمبر بالثورة العظيمة حسنت وهذه عن الوحدة اليمنية برضو مقطوعة من قصيدة تفضي لقد كان حلما في ضمير الأوائل ولحنا شجيا في حداء القوافل وأعظم ما تاقى اليمانون كلهم لتحقيقه عبر المدى المتطاول الله وأنبل قصد في رؤى كل ثائر وأسمى قضايا كل حر مناظل وأكبر ما ضح له الشعب كله كله وفداه من أبنائه بالجحافل إلى أن تجلى صبح آيار مشريقا لتحقيق أحلام الأبات البواسل فيا أيها الشعب العظيم تحية بعيدك من أنفاس ورد الخمائل يا سلام وعهدا أكيدا إننا جند وحدة سرت في كريات الدمى والمفاصل وأن الميليشيات سوف نزيلها لتنزاح عن شعبي جميع المشاكل وأن الميليشيات سوف نزيلها إن شاء الله تزول من كل الوطن لتنزاح عن شعبي جميع المشاكل لأن الميليشيات هي كلمة السر التي للأسف الشديد وسوسة الخرابة التي تسوس في الأمة كلها وفي كل الشعوب اليوم سنتحدث في هذا لكن لا بد أن نخرج إلى فاصل الآن بعده سنواصل في ذات الموضوع أستاذ مفضل إذن مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم ولمان يلتحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشاعر اليمني الجميل جدا الأستاذ مفضل الأبارة أستاذ مفضل قبل الفاصل كنت قد يعني أثرت وجعا وقلت إن الأوطان لا تقوم إلا على أكتاف أبنائها مجتمعين لكن هناك أحيانا سوسة تنخر في هذا الجسد ألا وهي الميليشيات التي تريد أن تعيدنا إلى أزمنة الظلام والضبابية والضياع لك أن تواصل حديثك ذا الشجون في هذا قبل أن تنتقل إلى تتمة القصار هذه الميليشيات تعرف في مصطفى أنها للأسف الشديد كيان دخيل على أوطاننا صحيح وممول من خارج هذه الأوطان يعني للأسف الشديد بعضهم مول من دول غير عربية لا ينتمي إلى جرح العربة لا إلى جرحه ولا إلى آماله ولا إلى آلامه ولمه مشاريع مخالفة إلى مشاريع الأمل والتحرر التي يبحث عنها كل يمني أجندات خارجية تخدم هذا صاحب هذه الأجندة سواء كان عربي أو غير عربي للأسف الشديد هناك ميليشي لكن فكرة اليمن بحد ذاتها أكبر من أي ميليشي في وجدانك كشاعر وكذلك على أرض الواقع أيضا وفي وجدان الشعب اليمني في كل مناطقه يعني إذا كان هناك اليوم من ينادي في بعض المناطق ويقول بالانفصال وهي عبارة عن أصوات قليلة نذكرهم أنه طبعا الهدف الرئيسي هدف الرابع من أهداف ثورة سبتمبر يقوم على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية نعم ثم جاءت بعد ذلك ثورة 14 أكتوبر وكان الشعار الأخوة في جنوب الوطن أو في الجزء الجنوبي من الوطن الذي يرددونه في كل مؤتمراتهم وأهدافهم التي يؤكدون عليها يقول لنناضل جميعا من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتحقيق الخطة الخمسية وإعادة الوحدة اليمنية فهي الوحدة اليمنية أمر يعني مغروس في فطرة وضمير كل يمني كبيرا كان أو صغيرا يعني طارعون هؤلاء الذين يستندون إلى دعم وتمويل خارجي في النهاية لا تدوم إلا الموطن ولا تدوم إلا الحقائق التي هي ثابتة في وقدان الناس وعلى الأرض والوحدة اليمنية أصبحت حقيقة ثابتة يعني عادت في عام 1990 ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى الوحدة مهما كان جميل جميل كما أن الجمهورية أيضا رغم جرأة الحوثيين اليوم وجرأة الميليشيات ومحاولة لكنها نحن مؤمنون أن غدا سيكون يوم النصر القريب واستعادة الجمهورية بإذن الله وتشبيت أركان الوحدة عامة السورية لسأنت كثيرا لكن كلام مثل هذا هل ترى أنه يمكن أن يصبر الناس الموجودين هناك الذين يعني يتعرضون إلى يعني الكثير من المضايقات على مستوى معيشتهم وربما مضايقات على مستوى أمنهم الذاتي مثل هذا الكلام هل يمكن أن يكون مدخلا إلى أمل حقيقي أم أنه مجرد كلام إنشائي لتخدير النفوس هناك من يرى هذا وهناك من يرى هذا أنت شاعر ومسؤول أو برلمني ماذا ترى بصراحة الشعر والكلام هو حافز وفي النهاية في البدء كان الكلمة أحسن يعني لو عدنا إلى التاريخ كل بما فيه تاريخ الثورة اليمني كان الشعر محفزا رئيسيا للثورات وللتغيير وللبناء عليه يعني ولم يكن الشعر مجرد شيء ثانوي ترفي لا لقد كان الشعر رفيقا للمناظلين على امتداد الثورة في شمال الوطن وفي جنوب الزبيري وغيره يعني يعني من شعراء الثورة اليمنية واليوم الشعر هو محفز والكلام هو محفز لكن أيضا الفعل مطلوب والفعل أيضا منوط بالقيادات الوطنية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها الكلام وحده لا يكفي لكن هو محفز وهو الذي يخلق الفسحة في نفس الناس وأيضا ويحفزهم على العمل والفعل يعني المطلوب من هذا أن يكون حافزا للفعل والعمل وليس مخدرا كما يقال ولذلك نحن على ثقة أنه إذا التقل الفعل في الميدان من القيادات وهناك كثير من القيادات الصادقة في الحقيقة القيادة التي تبذل وإن كانت ربما ليست الآن في وجه المشهد أو في الواجهة لكن هناك الكثير من القيادة الذين نثقوا بهم واليمن على كل حال في أخطر أحلك الظروب كان ينهض من كبوته ينهض من كبوته بصورة أسطورية يعود نقيا لا ينقسم إلا على أهله ويرفض فكرة من كسام أساسا بعد ثورة سبتمبر وفي حصار السبعين بعد ثورة سبتمبر وهذه أيضا يجب أن يتذكرها إخواني اليمنون الذين يعانوا لهم معاناة حقيقية فعلا فضل نقول لهم بعد ثورة سبتمبر وفي حصار سبعين ضغط على مصر عبد الناصر بعد حرب سبع وستين أنه ينسح من يمن وكان الدعم الوحيد للثورة اليمنية وفعلا انسحب المصريون بكل ثقلهم وتأثيرهم واستمر المناصرون ذلك كان في زمن السلال في زمن السلال نعم في زمن السلال في سبع وستين يعني فانسحب الإخوة المصريين وحوصرت صنعاء من القوى الملكية الإمامية حتى أحيطت بها من كل جانب تصور تدخلت في الدعم دول عربية دعم الملكين وبريطانيا وإسرائيل وبريطانيا وإسرائيل وهذا مثبت بالوثائق وبالصور اليوم ومع ذلك هذه الثلة الغتية بعد انسحاب المصريين السندر الحقيقي ظن الناس أن كل شيء انتهى فالتف اليمنيين حول قيادتهم وتعاهدوا على الموت أو النصر وفعلا صنعوا معجزة فك حصار السبعين وانتصرت الثورة انتصارا مدهجا فاليمنيون في لحظات الضعف الذين نظن أنهم أقرب إلى الموات وإلى الكذا ينتفضون ومثل الطائر الأسطوري ماذا يسمونه طائر الفينيق طائر الفينيق نعم الذي ينهض من تحت الرماد من تحت الرماد ويعود إلى الحياة مبشرة إن شاء الله سينتصر اليمنيون وهم شعب عريق يعني في النهاية يعني لا يمكن أن تأتي دول طارئة عمرها عشرات السنين أحسنت أحسنت كثيرا أيضا هذا الكلام يحلنا إلى فكرة مفادها أن اليمن قوي وسينتصر ولا يمكن أن يكون رهن إرادة ومزاج ثل مارقة في التاريخ لا أصل لها وتريد أن تأخذ اليمن وكل البلاد إلى أقبئة الضياع وإلى أزمنة الضباب التي لا يمكن أن يقبل بها أي حر أو صاحب عقل ووعي سليمي بل تجاوزها العالم اليوم الحالم الحرطي جاوز كل هذه الأفكار المطروحة فعلا أعدنا إلى الشعر من جديد وخفف علينا هذه مقطوعة كان استشهد في عام 2015 يا الله استشهد ابن عمي شهد القائد العميد أحمد يحي الأبارة ومجموعة من الأسرة ثمانية وأكثر من 53 شهيد في منطقة العبر وأحمد هو من مؤسس الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الحوثية ومن كبار القادة المؤثرين كان فألقيت كلمة في التعبين ومن ضمن الكلمة قلت هذه الأبياء قلنا حوافش الجهالة والجمودي وحلف الشر والبغي الكنودي من جديد لو سمحت حوافش الجهالة والجمودي كان يطلق على الحلف الحوافش يعني حلف الجسر هاي وحلف الشر والبغي الكنودي ألا لا تحلموا أن تخضعون بنار البطش والقتل الحقودي دم الأحرار يشعل في دمانا براكين التحدي والصمود الله ونقسم أنكم لن تحكمون ولو جئتم بفرس أو يهودي وكل الكون ساندكم وجاءت قوى الإجرام والبغي البليدي ولو جفت مياه البحر أو زلزلت كل الشوامخ والبنود ولو سقطت ملايين الضحايا وذاب من اللضى صلب الحديد ستنهزمون حتما دون شك أمام جحافل الوطن العنيدي يمانيون دوما من حنينا يا سلام لغير الله خلاق الوجود يمانيون دوما من حنينا لغير الله خلاق الوجود الله زدنا زدنا يا أستاذ مفضل في معي مقطوعة طويلة أو قصيدة تفضل عن مأرب اقرأ اقرأ ما تحب يا رجل لا يزال بين أيدينا الكثير من الوقت وكلنا شوق إلى جديد هذه مأرب طبعا التي تسطر اليوم الملاحم الأسطور أكيد تشكل برجالها وبالثائرين الذين اجتمعوا لها من كل محافظات الجمهورية حائط الصد الأول عن الأمة لا أقول عن اليمن ستبقى حائط صد وستبقى سدا منيعا كما كانت العراق في يوم من الأيام حائط صد عن الأمة اليوم من جهتها الشرقية أو من ضفتها الشرقية فمأرب اليوم هي سد المنيع للأمة من جهتها الجنوبية الله اللهم أجملك تفضل قلنا صلوات الله تغشى مأربة وبنيها الأكرمين النجبة الصناديد العماليق الصناديد العماليق الأولى نسب البأس لهم وانتسب الله إنها أم الحضارات وهل عرف التأريخ إلا من سب مجدداً الصناديد العماليق الأولى نسب الصناديد العماليق الأولى نسب البأس لهم وانتسب إنها أم الحضارات وهل عرف التأريخ إلا من سب موطن الأقيال من أهل العلا والتسائل شمراً أو يكربا إنها مدرسة العز التي علمت كل الميامين الإباء إنها مدرسة العز التي علمت كل الميامين الإباء إنها أيقونة النصر التي لم تزل المجد أماً وأباء موطن القوة والبأس وسلم حكم التنزيل عن صدق النبأ نحن أولو قوة أولو بأس شديد أكرم الناس لمن سالمهم عذبوا ورداً وطابوا ومشرباً ألطفوا الناس مع الناس وفي الحرب جن يصنعون العجبة الله حسن داعيهم ومن ناوأهم سحقوا أعظمه والعصر مأرب للضيف دار وقراً يطرد الهم ويجل الكربة والملايون الأولى جاءوا لها وجدوا فيها المقام الأطيب إنما من رام أن يدخلها عنوة يرجع منها إربا إنها مأرب والأبطال يا أيها الحوثي فاعرف مأربا إنها مأرب والأبطال يا أيها الحوثي فاعرف مأربا فالتسل من فر منها لا تسل كل من مثلك في الكهف اختبى فالتسل كل من فالتسل من فر منها لا تسل كل من مثلك في الكهف اختبى طفلها لعبته أن يقنص الصقر في جو السماء اللعبة الله وفتاها في ميادين الوغاء أسد يصطاد أسراب الضبا والمسنون بها كم ضيغ من وحده يردع جيشا لجبا والنساء فيها بلاقي سهدى وأياكيهن ترد الشهبا الله الأياكي هذا نوع من البنادق طبعا كلما في مارب يغضو إذا مستشبر من ثراها لهبا رملها أحجارها أشجارها تنتخي عزما وتغلي غضوا والتسل صحراءها الغراء والتسل صحراءها الغراء كم لقي الغازون فيها العطبة مأرب صمام هذا الشعب بل سيفه عند الوغاء انضربا إلى أن نقول في آخرها قل لعبد الفرس فليحشد إلى ساحها قادته والرتبة يحشد الظلم والجهلق بلي لجحيم الموت أهلا مرحبا يا قناديل الكهانات حشدي كي تصيري جيفا أو حطبا يا زنابيل الضلال اقتربي ويل من من لابتيها اقتربا يا زنابيل الضلال اقتربي ويل من من لابتيها اقتربا جميع قسما أن تتمنوا أنكم تستطيعون النجا والهربا إنها الثقب الذي يلقف ما حشد السيء أو ما دربا فإذا نهر القذارات الذي ساقه نحو رباها نظبا هب جيش الشعب يجتث بقاياه من كل النواحي والربا وتنادى الشعب كل الشعب يسجيلها من شكره ما وجب صلوات الله تغشى مأربا بعد خير الخلق طاه المجتبى صلوات الله تغشى مأربا وكل اليمن وكل الوطن العربي وكل بلاد تدافر عن نفسها وعن كرامتها وعن أهلها وكل المظلمين أو المظلومين في هذا العالم الذين يستحقون حياة أفضل ويترقبون شمس الحرية التي حتما ستشرق عليهم وإن طال الزمن أستاذ مفضل بمقارنة الواقع اليمني الوجع اليمني الألم اليمني الحالة التي يعيشها المواطنون على امتداد خريطة الوجع الواحدة مقارنة بما ينتجه الشعراء من أفكار أو الأدباء بشكل عام وما ينتجونه من نتاجات أدبية هل ترى أن هناك توازنا بتوضيح ملامح الصورة ما بين النتاجات الأدبية التي يقوم بها وينفذها الشباب اليمني المشتغل بالأدب وما بين الأحداث الجارية أم أن هناك حالة من حالة الانسلاخ أنا أقول هذه القضية لا تتعلق حتى بالوضع الراهن نعم يعني هو مشكلتنا في اليمن من قبل وإلى اليوم أن اليمنيون أن اليمنيين نعم يملكون من الإبداعات على كل المستويات العلمية والفكرية والثقافية والشعرية ما يبهر الدنيا يا سلام وما يستحقون به أستاذية على مستوى الوطن العربي على الأقل أستاذية كبيرة يعني لكن للأسف لا يملكون الإمكانات لإيصال صوتهم عبر كل المجال يعني سواء كما قلت لك في الناحية العلمية أو الشعرية أو الفكرية يعني عندما تجد يعني كثير من الأئمة أئمة الدين كانوا يأتون إلى صنعاء لتتلمذ على فقهاء اليمن وعلماء نعم عندما تجد شعراء في اليمن يعني بمجرد أن ظهروا في بعض المهرجانات العربية ذا عصيتهم ومن قبل كان لا يعرف عنهم أحد تعرف أن مشكلتنا في اليمن مشكلة إمكانيات وتسويق أيضا إمكانات وتسويق فهناك كثير من الشعب المبدعين فعلا يطرحون يعبرون عن هذا الوجع وعن هذا الأمل وعن هذا الاحتدام الذي يعيشه اليمنيون في معاناتهم اليومية وفي أمالهم الكبيرة بشكل رائع وجميل لكن هل وصلت هذه الرسالة هل وصل هذا المخزون الذي لدي الشباب إلى العالم لا لا زال هناك الكثير من هو يصل ولكن هناك بعض العقبات التي تعتري طريقه لا يصل بشكل بشكل بسيط جدا يعني هناك مع احترامي وتقدير هناك شعراء صغار هناك كذا يعني دول أخرى غير اليمن يديع صوتهم وتنتشر مطبوعاتهم وكتبهم في كل وهم يعني لو قرنوا ببعض الشباب اليمني لا يساون شيء أمامهم لكن أين مشكلتنا مشكلتنا في الإمكان ومشكلتنا أيضا في التأحي يربما يكون التوابع أيضا يعني شأن اليمنيين الذي ظلمهم كثيرا أكيد سنتحدث أكثر بهذا ولكن لابد من استراحة جديدة الآن مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا حياكم الله أعزائنا المشاهدين ووصلنا إلى الفقرات الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد ولمن التحق بنا في هذه الساعة معنا هنا في الأستوديو لا يزال الأستاذ الشاعر اليمني الجميل جدا أستاذ مفضل الأبارة أنت الأجمل أخ مصطفى أسعدتنا كثيرا والله بمشاعرك العذب وبنظرتك الواعي لحقيقة الوضع في عموم اليمن والمأمول أن تتحسن الأوضاع هناك وأن يكون اليمن تماما كما يحب أبناؤه لا غير خذنا إلى الشاعر مجددا قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف هذه المرة تفضل أنا سأقرأ عليك بعض يعني هنا مقطوع عن مكة تفضل مكة المكرمة خذنا إلى ديار المقدسة سكنت فيها فترة يا سلام بعد هجرتي من اليمن طبعا أنا بتعرف يعني لو لا الحرم لو لا كذا أنه الواحد مع الغربة يكون فيه قصوة ومعاناة نعم أنه أنا مكة ما هو الأفئدة قواف الشعر بالأشذاء بوحي قواف الشعر بالأشذاء فوحي وبوحي بالهوى المكنون بوحي فها قد جئت فوق جناح شوقي إلى أبها الروابي والسفوحي وفي أم القرى حطت رحالي سكنت بها وقد سكنت بروحي يا سلام ففيها كل ما يشفي جراحي وفيها كل ما يرضي طموحي ولولا أن منقلبي إليها لكنت قضيت من ألم نزوحي يا الله ولولا أن منقلبي إليها لكنت قضيت من ألم نزوحي فيا أماه لا تأسي لبعدي ولا تبكي علي ولا تنوحي فحسبك أنني في خير أرض جوار البيت روحاني وروحي هنا شاد الملائك خير بيت هنا شاد الملائك خير بيت وأول مسجد سامي الصروحي هنا اختار الخليل بأمر ربي مهاجره بهاجر والذبيحي هنا نزل الهدى غضا طريا ووحي الله والضاء الشروحي رسالات السماء آلت إليها لطاها صاحب العقل الرجيحي يا سلام وإرث الأنبياء له جميعا تناها منذ آدم للمسيحي ومنها شعل الدنيا جميعا سنة الإسلام مكتملة الوضوحي كنوز الأجر فيها دون حد فياطوب لذي الدأب اللحوحي وياطوب لساكنها محبا عظيم الفضل والأجر الربيحي هوت كل القلوب إلى رباها وللعتبات والحرم المريحي يصلي نحوها من كل قطر بنو الإسلام في الكون الفسيحي وتهفو كل أفئدة البرايا لزورتها بكل هبوب ريحي وتأتي صوبها في كل عامٍ وفود الله بالحب الصريحي الله إلى عرفاتها وإلى مناها ففيها الطب للقلب الجريحي وفي المسعى وحول البيت طافوا ليغتسلوا من الوزر الجموحي إلىها العرش فاحفظها دواماً وصنها من ذوي القصد القبيحي وصلى الله خالقنا على من تقاصر دونه كل المديحي وصلى الله خالقها على من تقاصر دونه كل المديحي أحسنت بهذه القفلة أستاذنا العزيز وأيما إحسان الله يسألك قبل أن تذهب إلى القصيدة الثانية دعني أشاكسك قليلاً باعتقادك هل الشعر اليوم يسمن ويغني من جوع عند الذين يرزحون تحت يعني نير المعاناة وألم الحياة ويتعرضون إلى شتى أنواع الابتزاز سواء في اليمن أو في أي منطقة هل في الشعر فائدة في ظل هكذا حياة أنا أجيب على السؤالك بتساؤل فضل هؤلاء الذين يعانون نعم يعني ما هي خياراتهم إما أن يستكينوا لهذا البغي وهذا البطش وهذا الظلم وهذا الإفتراء وهذا الإجرام وإما وإما أن يبحثوا عن منافذ للأمل والاستكانة للبطش والظلم العدوان لن تخففها عنهم بل تزيد ثقله وطأته عليه إذن الشعر منفذ من منافذ الأمل الشعر صرخة من لا يملك حنجرته نعم الشعر صرخة من لا صوت له يا سلام الشعر سبيل من لا سبيل إليه الشعر باب للأمل كبير يعني يفتح أمام الناس بل كما قلت ويحفزهم للعمل وللمقاومة نعم وللصبر الجميل في النضال وفي مواجهة إذن كما أنك نائب عن عينة لا بأس بها من حيث الحجم في اليمن الشاعر كذلك نائب عن معاناة الكثير من الناس ويتحدث أكثر من النواب وأكثر منهم يا سلام يا سلام ربما يتحدثوا بلسان حالهم وعمالهم وآلامهم نعم تفضل إلى الشعر من جديد أنا كتبت عن فلسطين كثير من القصاعد وتعرف فلسطين هي الجرح القديم الجديد كان عندنا جرح واحد الآن أصبحت بلادنا كل ديارنا أصبحت فلسطينات صحيح صحيح لكن سأكتفي بهذه المقطوعة كتبتها أيام الانتفاضة فتية الأقصى الكرام البررة عفوكم يا سادتي والمعذرة يا الله كل ما نكتبه في حقكم جمل فارغة محتقرة قد أسلتم دمكم لكننا لم نسل غير مداد المحبرة ما تساوي أحرف ننثرها جنب أشلائكم المنتثرة يا الله ما يساوي كل حكام الحمى والجيوش الضخمة المنتشرة لو وزناهم بطفل صامد لم يساووا في المعالي خنصرة الله فتية الأقصى وأنتم وحدكم حلمنا في الوثبة المنتصرة فاكنسوا كل بني صهيون في أرضكم ولتجعلوها مقبرة وأحيلوا كل ذرات الثرى عبوات تحتهم منفجرة فتية الأقصى وأنتم وحدكم في دياجين النجوم المزهرة الله فاثبوا لا تطلبوا نصرتنا ليس فينا عمر أو حيدرة وثقوا بالله عونا لا بنا نحن لا نحسن غير الثرثرة ربما مع الوقت نصبح محسنين لما يتجاوز الثرثرة إلى أن يصبح كلامنا فعلا وأن تصبح آمالنا طموحات محققة هذا ما قلته استاذ مفضل شعرا عن فتية فلسطين ماذا تقول منبعثا من تلقاء روحك وعطفتك عفويتك نعم لفتية اليمن في هذه الظروف العصيبة أقول لهم نحن نعرف أن الليلة قطال وأن المعاناة كبيرة وأن المؤامرات متعددة الأوجه نعم ولكننا نفك بربنا أولا ياسم ثم بإرادتنا ياسم وبعزم شعبنا وطاله الميامين الذين يسيرون على درب الشهداء جميل أنهم سينتصرون وأن أحلامهم التي يحاول هؤلاء المنبوذون والطارئون نعم أن يدفنوها أن آمالهم ستحيا وأنهم سيعيشون بإذن الله الأيام الخضر الذي يستحقونها ويستحقها كل أبناء شعبنا أمل أطفال اليمن ستعمر وتزهر تناهز كثير من الحقب وستعيش طويلا وستكون أطول من عمر الجلاد والمطهد وكل الأوغاد المستبدين والمستعبدين قبل أن نعود إلى الشعر سأطرح عليك خمسة كلمات لا أريد منك المعنى الدارج لكل كلمة وإنما أن تعطيني ما تمثله هذه الكلمة في نفسك بكل عفوية وأريحية وباختصار شديد ما استطعت إلى ذلك سبيل الوحدة الحلم الذي تحقق ولن يموت القلق هناك قلقان قلق مشروع يحفزك على العمل يا سلام وقلق محبط مميت فعلينا دميعا أن نتجنبه والله تبارك وتعالى حرم علينا اليأس ولا يحب اليأسين الشمس الشمس عنوان حضارة بالنسبة لليمنيين وموعد لإشراق الأمل في كل النفوس بلقيس المرأة العظيمة التي جسدت وعبرت عن عظمة اليمنين رجالا ونسان اليمن كتلة واحدة الحب الذي يلامس شغاف القلوب والمبتدأ والختام المبتدأ هو اليمن والختام هو اليمن ولا نزال في رحاب القصائد العذبة التي تجود علينا بها تفضل اقرأ علينا ما تحب من ما بين عدي بعض اللطائف الشعرية اللطائف الشعرية لطائف شعرية نوتف شعرية عن الأمل وانت سألتني عن الشمس نعم يعني ربما تكون مناسبة في السياق فضل تحدثنا شمس الصباح الملونة بأن الأمان المستحيلات ممكنة ممكنة يا سلام وأن جيوش الليل مهما تحالفت ستمضي ميليسيات والسود مذعنة ويعقبها فجر ندي منغم بتغريد عصفور وتكبير مئذنة فغذوا الخطى نحو الصباحات واصحبوا من الأمل المعقود بالله أحسنة أليست مقادر العباد بكفه بلى فما أيسر الخطب الجسيمة وأهونة يا سلام يا سلام ألا طريق العلا محفوفة بالمتاعي طريق العلا محفوفة بالمتاعي فلولا الدجا ما بان حسن الكواكبي أحسنت فلا تكترث يا صاحب الهم والعنى فقد تنضج الإنسان مر التجارب فكم عثرة قيل النهاية عندها فكم عثرة قيل النهاية عندها فكانت بدايات انطلاق المواكبي يا سلام وكم بائس من بعد نكبته أتى له من ندي وكم بائس من بعد نكبته أتى له من ندى المولى بديع العجائبي يا سلام فسلم لأقدار المهيمن راضيا على كل حال في الرخى والمصائب وثق أن بعد العسر يسرين هكذا يبشرنا المولى عظيم المواهبي وسر في ميادين الهدى واثق الخطى إذا رمت في الدارين أعلى المراتبي وأيقن بأن النصر الحق قادم فليس لجبار السماء من مغالبي ما شاء الله أنت شعر كبير ولكنني لا أريد أن أكبرك عمرا كثيرا أستاذ مفضل كأخ للشعراء اليمنيين ولكل شاعر ذي فكرة أو ذي رسالة نصيحتك لهؤلاء الشعراء الذين يحملون رسائل سامية أو الذين ينبغي أن يحملوا هذه الرسائل ماذا تقول لهم ناصحا؟ أقول لهم ناصحا أن الإنسان هو رسالة ويجب أن يكون الشعر رسالة إذا لم يحمل الشعر هذه الرسالة التي تعبر عن آمال المظلومين إذا لم ينافح عن قضية وإذا لم يدافح عن قضية وإذا لم يوجه إلى سلوك حسن فما قيمة الشعر؟ الشعر ليس صنما نعبده من دون الله أحسنت ولكنه رسالة محفزة ولكنه نافذة أمل نفتحها للناس ولكنه دافع للخير والعطاء والبدل من أجل الدين ومن أجل الوطن ومن أجل القيم فإذا لم يكن كذلك فلا معنى له ولا معنى للإنسان إن لم يكن على هذا الطريق فاختر للنفس كما تريد فاختر للنفس كما تريد وتشتهي طرفة أدبية يعني عبر عنها كثير من الشعراء وأنا شاركت فيها فضل الإمام البيحاني ربما تسمعون عنه نعم واحد من كبار علماء اليمن كان في عدن سابقا جاءه أحد الشعراء من أب فسأله عن بلده وعن كذا فالرجل تنهد وذكر حنينه إلى أب وإلى ذاك وقال هذه الأبيان قالت وقد ودعتها أتفارق الوجه الرطب أتفارق البلد التي هي أخيرة البلدان أب فأجبتها متألما والقلب محزون كئب طلب المعاشي مفرق طلب المعاشي مفرق بين الحبيبة والمحب يا سلام عجبت البيحاني هذه الأبيات فركبها على عدن فضل قالت وقد ودعتها أتفارق الوجه الحسن أتفارق البلد التي هي أخيرة الدنيا عدن فأجبتها متألما والقلب يملأه الحزن طلب المعاشي مفرق بين الحسينة والحسن ثم طارت هذه الأبيات في الأمصار فناوحها ناس من الحديدة وناس من صنعة وناس من جيزان وناس من مكة وناس من القاهرة إلى أن وصلت مفضل من كل أرجاء الدنيا إلى أن وصلت إلى الفقير إلى الله ماذا قلت أنت إذن حينما وصلت إليك قلت عن موطني وموطن الميلاد الأبارة الأبارة في ريمة ريمة من أجمل المحافظات اليمنية طبعا ومنطقة الأبارة أيضا من أجمل إن شاء الله أرسل لك صورها يعني نتشرح تفضل قالت وقد ودعتها والدمع يستبق العبارة يا سلام أتفارق الخد المورد والمفاتن والإثارة أتطيق بعدا عن جنان الله في أرض الأبارة فأجبتها متحسرا والقلب تخنقه المرارة طلب العلا قد يقتضي أن يهجر الإنسان داره طلب العلا قد يقتضي أن يهجر الإنسان داره يا الله وعن تهامة النشأ والسكن لأنني أنا ملدت في الأبارة وعشت في تهامات حديدة يعني فيها ماذا قلت في تهامة؟ قالت وقد ودعتها ودموعها مثل الغمامة أنت التهامي الهوى أتطيق بعدا عن تهامة يا سلام فأجبتها متحسرا والقلب تملأه الندامة أنا بالحديدة مغرم حقا ونفسي مستهامة يا الله لكن وقد ساد اللئام وعاد أحفاد الإمامة فالحر يأبى أن يضام وأن تمس له كرامة ويموت مرفوع الجبين ولا ينكس قط هامة فالحر يأبى أن يضام وأن تمس له كرامة قالت إلى أن تنجلي هذه القباحة والقتامة في حفظ خلاق الوراء سافر وعدلي بالسلامة سافر وعدلي بالسلامة ثم أختم بلطيفة تفضل بيتين هي بيتين لا بأس قصتها لكن تختم بها بعد أن تقول قصتها لا الختام سيكون بقصيدة أو بمقطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني إذا أردت وأدركنا الوقت لكن نجعل هذه اللطيفة تفضل دعيت مرة إلى عرش جماعي في مدينة إب مدينة إب الجميلة أحد الفعالي الخير على الشامي الله يذكره بالخير قال عندنا عرش جماعي لثلاثمائة عريس وعرش ونريدك أن تشرفنا مثل عرش قال يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا في الصالة البغلقة قل تمام أو صلي الفجر في صنعة وانطلق سيارتي المسافة ثلاث ساعات إلى إب فعلا صليت الفجر وابن أخي يسوق وأنا بجواله انطلقنا وصلنا إلى إب إلى منطقة السحون منطقة السحون هذه على مدخل إب منطقة جميلة جدا فاتصل بالرجل قال لي كان وعدنا ضيف ينزل من صنعة ويلقي كلمة الضيوف لكنه اعتذر الآن ولذلك كلمة الضيوف عليك لماذا لا تخبرني قال لي المهم كلمة الضيوف عليك فأردت أن أكتب بيتين في مقدمة الكلمة ماذا قلت وصلت إلى الحفل ألقيت البيتين فأثارت ردة فعلا أتوقعها أكثر من عشر دقائق النساء طبعا هذا الحفل كان→ النساءة→ من اليمين والرجال من الشمال والعرسان في الوسط يُصفقون ويشتوق إعادتها لأني اخترت مثلا قديما من إب وكسرتُه تفضل أسماء المثل يقول سبع مصائب و لا مرى من إب سبع مصائب و لا مرى من إب يعني مثل يعني فقلت يا إب يع أرض العجائب يا موطن المزني السواكب ان كان خلي من ربائب لا بأس بالسبع مصائب ان كان خلي من ربائب لا بأس بالسبع مصائب أعجبهم جدا وحتى عرض علي بعضهم الزواك قلت لهم أنا فقط شعراء يتبعهم الغاون لم تر أنهم يقولون ما لا يفعلون حفظك الله ورعاك أسأل الله أن يجعلنا وإياك وكثير من المستمعين جميعا من المستثنين في هذه الآية اللهم أعلم إذ الذين آمنوا وعملوا الصالحة وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أي من قلب من قلب في الختام نشكرك على تشريفنا أستاذ مفضل أبار الشعر اليمني ساعدنا جدا بتشريفك إليه الحديث معك ممتع أخي مصطفى وجميل ما كنا نود أن ينتهي الوقت لكن هي هكذا أسلام وشهدين الكرام بهذا نصل إياكم إلى الختام دائما نكونوا بخير نلتقيكم الأسبوع المقبل بحول الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر